في المحاضرة اللي فاتت اتعلمنا ازاي نغير على الكمبينز بتاعتنا والادسيت بتاعتنا من غير ما نمسح اي حاجة من الكمبين بل بنعدل على الادسيت من جوة الكمبين نفسها طيب احنا دلوقتي عايزين نتعلم ازاي نعمل الادسيت جديد لنفس الكمبين عشان نعمل السبليت تيست على الميزانية زي ما احنا قلنا فيه هنعمل نوعين ان شاء الله من السبليت تيست الاولين هيبقى للميزانية نوع السيستم بتاع الدفع اللي احنا نختاره سواء كان لايكس كان حسب الكليكات او النوع التاني للتيست اللي هنعمله هيبقى على حسب الاماكن بتاعت الاعلام بتاعي في صفحة الفيسبوك المحاضرة دي هنركز على السبليت تيست بتاع الميزانية بتاعتي طيب عشان ابتدي اعمل الادسيت جديد نعمل ايه بطريقة سهلة ومش معقدة لاني في كذا طريقة نبتدي نختار الكمبين بتاعتنا زي ما انتو شايفين لان انا خدت النوت ابروف على الكمبين ليه لان احنا استخدمنا الصورة بتاعت الفيسبوك مع اني يعني الفيسبوك سعب ببقى غريب بصراحة نفس الصورة استخدمناها اه في قبل كده في الحملات بتاعتنا زي ما انا وريتكم ما علينا وهو هنا بقولي النوت ابروف عشان دي ريفرانس للايه لفيسبوك براند بتاعه طيب احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه ادسيت جديدة لنفس الجروب دوت بس هنغير نظام الدفع بس احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه عايزين نفرق ما بين الادسيت ديت وبين الادسيت اللي هتعمل جديد على قلف الاسم عشان نبقى عارفين واحنا بنعمل التغيير دوت الادسيت ده بتاع ايه واهم حاجة وانت بتعمل الاعلانات على الفيسبوك كل ما هتبقى منظم كل ما هتقدر تعادل في اي حاجة انت عايزها بطريقة اسرع واسهل اهم حاجة التنظيم وانت بتعمل ايه كامبين على الفيسبوك عشان اما جيلك عملة كتير ما تهشي ما بين الادسيت طيب احنا دلوقتي عايزين نغير الادسيت ديت الاسم بتاعها عشان نفرقها احنا كنا عاملين الادسيت ديت وهنا هي تبقى باللايكس فاحنا هنعمل ايه هنعجل الاسم بتاعها هنيجي جنب كده الاسم ده هنكتب لايكس فاحنا كده خلاص فرقنا وعرفنا ان الادسيت ديت اللي هي معمول لها باللايكس طب عايزين نعمل واحدة جديدة بقى بنظام الكليكات هنبتدي نخش جوه الادسيت ديت بعد ما نخش جوه الادسيت هتعلم على اي اعلان انت عايزه انت عايز مسلا تعمل اعلان بقى نفس الاعلان دوت بنفس الصورة دي هتدوس على ايه هتلاقي كلمة create similar ad بعد ما تدوس على create similar ad هتفتح لك الويندو دي تمام؟ بعد ما هتفتح لك الويندو ديت خلي بالك من حاجة خطيرة جدا 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 لازم تخلي بالك منها وانت شغال احنا دلوقتي نفع نعدل على اي حاجة احنا عايزينها نغير budget نغير نظام الدفع نغير اي حاجة بس انت لو عملت التغييرات ديت ودست في الاخر save وplace order هيعملك replace للحاجة دي على الادسيت اللي احنا اصلا كنا عاملينها اللي هي بتاعة اللايكس هيعملك replace ليها واحنا مش عايزين كده احنا عايزين نعمل واحدة جديدة طيب نعمل ايه بقى؟ هنبتدي ندوس على change ad set بعد ما تدوس على change ad set هتلاقي عندك اثنين option هقولك عايز تكرية واحدة جديدة ولا عايز تعمل التعديل ده على اللي موجود احنا طبع عايزين نعملها جديدة فهتقول له create a new ad set بعد ما تدوس create new ad set هتدوس save هتلاقي فتح لك ال window بتاعة التعديلات بتاعتك احنا قلنا عايزين نغير ايه نظام الدفع من هو يبقى بال page likes عايزينه يبقى بال click هنبتدي نعمل ايه نيجا عند budget هنا ونقول له اغيرها بال click kaya وهنخلي click kaya بتاعتنا زي ما احنا قلنا بنبتدي دايما بواحد سنت بعد ما نغير لواحد سنت هتلاقي تحت هنا ايه الايه ad set name ديت الاسم اللي انت هتكتبه لل ad set بتاعك مهم جدا ان انت تكتب على اقل لنفس الاسم بتاعك بس تغير الايه التغيير اللي انت عملته احنا دلوقتي هيبقى اي جي اتنين وعشرين digital marketing likes تمام احنا عايزين بقى نخليها نفس الاسم بتاعنا بس يبقى clicks بعد ما غيرناه عزين نتاكد بس ان هنا الدنيا متصطبة ايوة زي ما هي كل حاجة معمولة زي ما هي هنبتدي نغير ايه ad set بتاعنا بنفس الاسم بس هنخليها ايه click احنا خلاص غيرناه هنا click وخلينا click بتاعتنا ايه واحد سمت طيب انت دلوقتي افتراضا ان انت عايز تغير الصورة تقدر تدوس هنا close وتحمل الصورة اللي احنا عزينها بس احنا عزينها نفس 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 الكمبين بتاعتنا بنفس الاعلانات بتاعتنا افتراضا ان انت عامل كذا اعلان تمام هتعمل ايه هتبتدي تدوس على browse library وتختار الصور اللي انت عايزها وهتتحمل معاك ويبقى عندك ثلاث اعلانات جوة ad set ديت احنا لو اختارنا مسلا انا عايز الصورة دي تبقى معانا في ال ad set ده يبقى احنا كده لو عملنا ال ad set دوت هيبقى فيها campaign يعني هيبقى فيها اتنين اعلان جوة ad set ديت هيبقى فيها اعلان بالصورة تاعت فيسبوك وفي اعلان بالصورة بتاعت الشركة بتاعتي طيب انا دلوقتي مش عايز كده انا عايز نفس الايه نفس التست على نفس الاعلان اللي احنا عملينا هنعمل ايه هنختار بعد ما زبطنا خلاص الكليكات وهتسيب دي زي ما هي كده هوت بتيجي في الاخر هنا هتدوس place order اول ما تدوس place order مفروض ان هو دلوقتي هيعمل لك ايه contain هيعمل لك ad set جديدة باسم جديد خالص عملنا refresh كده هتلاقي اهو عملك ad set جديد بنفس الايه في نفس الكمبين يعني احنا دلوقتي جوه اه بيتجي لايكس هتلاقي هنا لو دخلنا جوه بيتجي لايكس كمبين بتاعتنا دول ad set جديد كوم بيتجي لايكس لو دخلنا جوها هتلاقي فيه اتنين ad set اول ad set خاص بالdigital marketing اللي هو بانزام الدفع بتاع الكليكات وتاني ad set هتلاقيه خاص بالdigital marketing بتاع اللايكس طيب احنا دلوقتي دخلنا جوه بتاع الايه كليكات اللي احنا عملناه هتلاقي دلوقتي الدنيا متصطبة على الايه على الكليكاية وهو متحدد لي بواحد سنت والاعلان بتاعك هتلاقيه موجود هنا هوت دي كده اسهل طريقة ان انت تبتدي تعمل ايه تبتدي تعمل ad set جديدة او حتى ممكن تعمل كذا اعلان في الفيديو اللي جاي ان شاء الله انا هوريكو ازاي نعمل ال split test للاماكن بتاعة الا 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 اعلانات المفروض ما يتعديش اكتر من ثلاث اعلانات. كل ده هنتكلم فيه ان شاء الله في المحاضرات اللي جاي. يابعوني ويا رب تكونوا مستمتعين بالكورس.